عدد من النجمات والمشاهير العربيات وحول العالم كسرنا قاعدة النحافة وتألقنا بأجسادهن المتميز الكيرفي إليك أبرزهن في حلقة اليوم من توب تين مشاهير لا شك أن النجمة التلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارديشيان تتمتع بوصن زائد وبالرغم من هذا إلا أن قوامها هو طموح الكثيرات من النساء حول العالم فهن يرغبن في الحصول على قوامها الفنانة ليلى علوي تألقت خلال مشوارها الفني بجسد ممتلئ بعيداً عن النحافة الشديدة المعروفة عند نجمات هوليوت الفنانة الإماراتية أحلام واحدة من عنوين الأناقة والرقي في إطلالاتها علماً بأنها من النجمات الممتلئات فهي تظهر بإطلالات تناسب شكل جسدها وتخفي عيوبها عارضة الأزياء السعودية غاليا أمين هي أول عارضة أزياء ممتلئة في المملكة العربية السعودية تعمل في مجال عرض الأزياء بشكل احترافي عملت غاليا أمين مع مركات عالمية كان أبرزها كلوي كارديشيان جود أمريكان كما أنها أطلقت أيضاً مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2018 بعنوان أنا غاليا تهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى السيدات الممتلئات وتقبل الجسم وحب الذات عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غرهام هي من أبرز العارضات التي تصدرنا فكرة الجسم الممتلئ البعيد كل البعد عن النحافة وتعاورت آشلي غرهام مع أهم دور الأزياء العالمية حيث شكلت مع دولشي أند جابانا ثنائياً من حيث مشاركتها في أكثر من عرض أزياء للعلامة كما أنها ظهرت في أسبوع الموضة في نيويورك النجمة العالمية ماريا كاري فلا يخفى على الكثير الانتقادات التي واجهتها بسبب وصنها الزائد ولكنها تجاهلت ذلك تماماً وحولت وصنها هذا لقوام كيرفي يجذب الأنظار تجاهها بشكل كبير النجمة أمبروس تعد واحدة من هؤلاء النجمات فبالرغم من تمتعها بوصن يبدو زائداً نسبياً إلا أنها لا ترغب في إنقاصه فهي تصعد بكونها واحدة من النجمات الكيرفي ديمي لوفاتو رغم معاناتها الدائمة مع وصنها الزائد إلا أنها أدركت مؤخراً أن قوامها هذا هو سير جاذبيتها فبعد أن أصبحت وحيدة من نجمات القوام الكيرفي قررت التخلي عن محاولتها الدائمة في إنقاص وصنها ترجمة نانسي قنقر